اشتركوا في القناة لكن يمكن أن يقال إن أعظم أحوال المؤمن في رضاه عن الله في أحوال ثلاثة الحال الأولى أن تأتيه نعمة من الله فإن عبد أنعم الله عليه وبقي في قلبه شيء من الرضا عن الله هذا هالك الحال الثانية وهي أعظم يرضى عن الله من وفقه الله عز وجل لطاعة فكلما وفق العبد لطاعة عظم رضاه عن الله لأنه يفقه من توفيقه للطاعة أن الله يحبه حبنا الله وإياكم الحال الثالثة وهي أجلها وأعظمها أن ترضى عن الله إذا حال الله وإذا حال الله بينك وبين معصية عزمت عليها فنجاك الله منها وقسما بمن أحل القسم لا ينجي الله عبد من معصية قدر عليها إلا إذا كان عظيم الكرامة عند الله قال الله ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربه ثم قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفعشاء ما قال الله إنه من عبادنا المخلصين هذه منازل يؤتيها الله من يشاء من عباده وكن على يقين أن الله كلما عصمك من معصية ثم أحسنت شكره عليها إلا وسيأصمك عما هو أعظم منها حتى يهيئك لأن تدخل جنته وقد طهرت وطبت جسدا ورحا إن من أعظم الكرامات عند الله أن يتولى كالله ظاهرا وباطلا اقرأوا قول الله وهو الولي الحميد واعلموا أن من أعظم معانيها أن الله لا يضيع أولياءه إن الأب لا يضيع أبناءه والمعلم لا يضيع تلاميذه والأم لا تضيع صغارها فكيف برب العزة والجلد لا يضيع الله أولياءه فالعبد أعظم ما يسعى إليه أن يتولاه الله صلي في الليل ما شاء الله لك أن تصلي فإذا قمت بين يدي ربك الولي بين يدي ربك الولي الحميد قل وأنت تفقه المعنى وتولني فيمن توليت بالله عليك أي أذن سيخلص إليك وأنت في ولاية الله محا ترجمة نانسي قنقر